الملك أحمد فؤاد قبل حضرتك في مرة حصرت مقابلة أو كلام أو حاجة كده إيه اللي حصل كنت أنا عملت المسلسل بتاع كان الملك فاروق في مسلسل اسمه زمن الحلم الضائع كان بقى فيه الأستاذ عزة العليلي ومدام بوسي يعني كان مسلسل حقيقي جميل وإخراج الأستاذ رحمة الله عليه الأستاذ وفيق وجدي وسيناريو كان الله يرحمه الأستاذ محمد صرف عامر كان من الحاجات العظماء طبعا أملاق فأما عملنا المسلسل والصورة بتادي تنزل بقى في وصورنا في صراع عبدين وفي القاعة العرش الملكية كانت يمكن يعني أنا كان عندي الحظ أن أول حد يعود على كرسي العرش بعد أربعين سنة من الثورة من المولانا ملك فاروقي فكان الصور نزلته كده وكان صديقي العزيز جدا رحمة الله عليه الأستاذ حسن كامي هو على صلة بالملك أحمد فؤاد وكان وتقابله وكان قال له أنا شفت كذا وبتاعه أنا فتكرته أبوي الأول وقال له لا ده كذا وموسل فكنا في فاريس فلاقيت حسن بيقول لي تعالى بقى عشان في حد عايز تشوفك ضروري فروحت أنا وحسن كان الملك أحمد فؤاد بقى قال له أهو أبوك أهو بقى كان حي راجل كان زالت جدا 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 وسأل على المسلسل ومعمول إزاي يعني حي كان لقاء ممتع بالنسبة لي ده شي جميل أنك تقابل لحد من الملوك اللي مروا وفي تاريخ مصر طبعا